وجد النائب البرلماني عن ولاية ميلة حبيب زجاد متنفساً على الفيسبوك الذي يمارس فيه سياسة افتراضية عوض النزول إلى الميدان والاهتمام بانشغالات المواطنين كما تحول إلى مهرج داخل قاعة الجلسات أثناء مناقشة القوانين التقرير لوليد بوهراوى وصفيان بوعون يحكى أن رئيس بلدية شلغوم العيد دخل قبة زغود يوسف من باب حزب حركة الوطنيين الأحرار بعد فوزه بمقعد في الانتخابات التشريعية مايي 2012 ومضت الأيام فأصبح هذا النائب بطلاً في مرافعاته ليس لأنها جادة أو من صميم مجتمع يدافع عن شغالاته بل لأنه يستعمل وسليب التهريز هذا النائب يستعمل هذه الطريقة من أجل التباهي بأنه يدافع عن شغالات المواطنين لكن الحقيقة شيء آخر فمعارضته ودفاعه عن المواطن لم يتعد صفحات الفيسبوك هو يحوس إبان في التلفزيون والله يحوس يهدر والله يحوس عن مصراحة الشخصية وخلاص وتحبس أنا عمري مشت واحد هنا ديبيوتي قال لي وش عندكم يدير العمل البرلماني في القاعة ومن بعد القاعة ما تشوفوش اللي هنا في مشاكل البلدية نواب مشكوك في مصداقيتهم وفي كيفية وصولهم إلى البرلمان يرافعون ويستمدون قواهم من قاعات الجلسات ومن عالم افتراضي لكسب مصداقية الشارع هكذا أصبح حال أشباه السياسيين في الجزائر ترجمة نانسي قنقر